اشتركوا في القناة عندنا نشرح اليوم مرة بيكون حلو وبطل فشيروا البث على احد مهتمي نتعلم رسم واقعي اليوم راح نشرح جزئية كيف نسوي البشرة بذاتة كانت البشرة فيها تفاصيل اكثر زي تجاعيد او نمش او حفر وكمان راح نرسم نكمل الرسمة من تضليل انف عيون شبهايف ورسم الدقين طيب التطبيق بيكون على الصورة هذي الصورة راح تنزع قناتي على حسابي بالاستقرام تمام تمام يلا جاهزين خلونا نبدأ بالشرح يلا شيروا البث وسووا ليكات بحيث ان البث يطلع اكسب لور الاكبر عدد من الناس اللي حاب التابع البث وتعلم رسم هاي اهلا اهلا طيب اللي جدد على البث انا اقدم دورة مجانية لتعلم رسمة الواقعي طيب الدورة بالكامل نزلت على قناتي في اليوتيوب فهذه القناة على اليوتيوب دراونك اي بي اكس نسويه شرحات واقعية للرسم العيون شفايف انف شعر وكمان كنت اسوي بتوث والان اسويها بتوث تعليمية على تيك توك هنا ونزلها بالكامل على قناتي في اليوتيوب فاللي حابين يتعلمون الرسم سواء كان واقعي بالفحم او بالرصاص سلقونا شرحات بالكامل على اليوتيوب رح احط لكم قناتي في اليوتيوب وبرضو انا حاط الرابط في تيك توك هنا طيب هذا شرح امس برضو نزل على قناتي في اليوتيوب وكمان هنا في شرح ثاني التفاصيل البشرة الناس اللي عندهم مشكلة بالتضليل هنا سوينا هاي طريقة الحفر والنمش ورسم العيون والشعر وبالكامل لزل على قناتي في اليوتيوب طيب هذا اسم قناتي في اليوتيوب دراونك اي بي اكس اي احد مهتم يتعلم رسم واقعي شايروا البث عليه انا اعرفك من زمان نورتوني يا عمري ما شاء الله شكرا يا قلبي الله يوفقك الله يسعدك يا رب طيب قبل ما نبدأ البث انتوا سووا اللايكات وانا اشرح لكم اللايكات عقد ما تقدرون بحيث البث يطلع اكس بلور ولكن يستفيد معنا وكمان ادعموا البث بيكون اسهل ان البث يطلع اكس بلور يلا جاهزين يلا هاي قناتي في اليوتيوب لاي احد هاي بتعلم رسم رح احط لكم هنا تمام الان لو بنضليل البشرة طيب كيف نيجي نضليلها الان انا سويت هنا جزئية على السريع وبالبسيطة طيب كيف احنا نطلع بالتفاصيل حقه البشرة وكيف نطلع بالضل والنور دايما الان العكسات عندنا يعني تكون لها دور اذا كانت في ضو وزيادة او نور وزيادة ضو او نور يعني ضو او ظل عرفتو طيب قناتي في المو قناتي حسابي بالاستغرام رح ننزل لكم الصورة هذي عليه اللي حابين يطبقون في البث بعد ما خلص البث يطبقون معاي الصورة رح تنزل على الاستغرام حسابي بالاستغرام نفسهم طيب الان عندما اجي اشتغل يفضل لما تكون الرسمة فحة لانو نحط شيء تحت يدنا عشان الرسمة متبقى عرفتو طيب الان شوفوا هنا عندي العين المنطقة هذي بالكامل فيها ظل طيب انا قبل ما ابدأ اضلل اول شيء احدد الاماكن اللي بتكون عندي فيها ظل بشكل مباشر عرفتو عندنا الظل يعني يتقسى عندنا الظل الغامق بزيادة عرفتو هذا بيكون واضح وصريح وفي عندنا تدرجات هذي الخفيفة عرفتو شلتيني من الاشراف اللي اشوفهم يعني خلاص يختفيون من الاشراف يعني اتوقع انهم رح يرجعون عرفتو وزيادة قلت للبنات اللي مشرفات عندي توصوا معي استقرام بحيث اثبت احساباته وماكن حطتهم بشكل عشوائي فاذ حابة رجع الاشراف تعليلي الاستقرام بس عشان اثبت احسابك شكرا يا عمري على الوردة الحلو طيب الان نجب التضليل تضليل شايفين هنا الجزئية هذي كيف عندي غامقة اكرر التضليل بهذا الشكل طيب اضليلها وبعدين ادمجها هذي الجزئية بتكون عندي ضل بالكامل نفس كده لما احنا نعرف اماكن الضل بتسهل علينا الرسمة وبيسهل علينا توزيع التدرجات طيب تواني بس تمام الان شي ثاني عندي هنا عدسة العين طيب شوفوا عدسة العين كيف رح اسويها انا مسوي الخط الاساسي حق عدسة العين طيب وبعدها اجي اسوي الخط اللي هو كسرة العين من هنا شايفين كسرة العين من هنا عندي برضو نفس الفكرة غامقة بالشكل كامل بابداية عشان اسهل الرسمة عن نفسي ما ابدأها بتضليسي دلاء اقسمها حبة حبة عرفتوا طيب الان عندي العدسة بالكامل لونها اسوأ اللي هي العدسة هذي بالكامل لونها اسوأ وعندي اللمعة فيها اللمعة اذا انتو ما عندكم ادوات لمعة تقدرون تسوون دائرة كده وتسوون لها فراغ ما تضليلونها عرفتوا واذا عندكم ادوات لمعة الموضوع سهل سووها بالكامل تضليل وبعدين ايش وبعدين ارجعوا بينوها باللمعة تمام طيب الدمجة الان رح استخدم للعدسة مدعكة وراح استخدم للبشرة ايش طيب فاجي ادمج بهذا الشكل عشان الفحم يكون عندي طبقة واحدة وما يكون ايش وما يكون يحوس باقي الرسم ويتنثر طيب طيب هاي اهلا اهلا اللي ما سوا متابعة الحساب يسوا المتابعة طيب الان نيجيل على الخط الاساسي للعين وندمجه بشكل خفيف لانه هو اساسي بيكون عندي غامق طيب فانا اضلل بهذا الشكل طيب اذا كان الضل عندي بشكل مباشر افضل اني اسويه بالمدعكة واذا كان خفيف واضاءة بسيطة اسويه بالفرشة طيب اضلل عين من جوه ما رح يكون عندنا بشكل فاتح كامل لا بكون فيه تدرجات ظل سووا متابعة وشايلوا البث على اي احد مهتم يتعلم رسم واقعي ايه بهذا الشكل هنا عندي بالصورة انا ما جيت ارسمها من الجوال هنا عشان طبعتها جاءت غابكة العين هذي العدسة الصغيرة اللي من هنا كانت واضحة عندي بس هنا بالصورة مع الحبر لا ما هي واضحة معايا وقت التضلي طيب لو جيت انا بضلل كسرة العين من هنا شايفين العين من هنا اللي فوق العين كيف اضلل بالفرشة بتم حط فيها فحم اخذ من الفحم اللي انا سوتي على العدسة من هنا وادمج بشكل مرة خفيفة بهذا الشكل انا طبعا بتضلي صراحة من الناس اللي احب انو اضلل بالفرشة احس تضليل الفرشة مرة ناعم مناسبني فكرسامية كل شخص يعني يستخدم الاداة اللي هو يحس انها تناسبة اش هالتطور العظيم اهلا اهلا بمشرفتي الحلوة نورتي يا عمري فاجي اضلل بهذا الشكل ادمج بشكل مرة خفيف حرفته كذا بعدين اكرر الخطوات طيب عندي الان اسفل العين من هنا طيب فيها تفاصيل كثيرة فانا اجي كيف ابرز التفاصيل هذه طيب اول شي اجي اسوي مدمع العين عندي مدمع العين واضح بعدين عندي تفاصيل اللي تحت العين فيها ظل طيب فانا الاشياء في الاماكن اللي اشوف فيها ظل اكثر ارجع اكرر عليها تضليل بسيط والدرجات اللي قاعد استخدمها الان معاكم ستة بي الواحده شكرا يا عمري على الورد الحلو اللي ما سووا متابع للحساب يسوون متابع وشيلوا البث على اي احد مهتم يتعلم رسم واقعي طيب طيب ومن تحت من هنا شايفين الخطة اللي من هنا عندي فيه تضليل اكثر راح اساويه باتش بي بحيث انه ما يكون مش الله احصابك مراه حلوي يساعدني تعالى مرسم يا عمري انتي طيب اللي ما شافوا الشروحات اللي نزلتها ترم سوي دورة مجانية بالكامل على قناتي في اليوتيوب تراونك اي بي اكس اللي حابين يطلبون ادوات اقلام فاهم تلقونها بكانفس وهذا كود الخصم حق كانفس اي بي اكس عشرين طيب الان لما اجي انا اكمل بالتضليل اشوف الاماكن اللي بتكون عندي فيها ضل اكثر طيب الان استخدمت درجة تكون شوي فاتحة بحيث انه ما يكون تضليلها مرة غامق عليها ومن هنا برضو عندي ضل طيب وراح اوريكم كيف التجعيد نسويها بشكل مرة بسيط حرفيا مرة بسيط كيف ترسمين رموش رموش تركان لها بث بالكامل خاص بس برموش فاذا حاب التعليمين عليها بالتفاصيل شوفيها بقناتي على اليوتيوب وكمان ان شاء الله اذ كف الوقت ولحقت راح اسويلكم شروحات او فقرة تطلب شرح حيث اللي عندهم شروحات الاشياء معين اسويها لهم طيب هذا الشكل هنا لمعة العين ترى الان ما برستها بالقلام الاضاءة اعتمت على ورق الكراسة نفسه طيب التجعيد هنا زي ما انتم شايفين انا مسايتها خطوط بسيطة بالقلم اول شي ضللت البشرة وعليكم السلام يا عمري اول شي ضللت البشرة وبعدين اشتغلت على التفاصيل وهي خطوط بسيطة بس اسويها بالقلم طيب هذا الشكل طيب نجي الان المدعكة راح اسوي فيها من جوة فاصل العين عندنا الخط اللي تحت هنا الرموش زي ما انتم شايفين الرموش ما هي واضح الورقة ليش تحت يدك صح كاتبه كذا الورقة لانه انا ارسم فحم طيب الفحم والرصاص يطبع باليد وتحسين الرسمة كبرها عرفتي فيفضل انك تحطين ورقة تحت يدك كذا عشان ما تبقعين الرسمة وقت التضليل ولا تحسينها عرفتي فيفضل يعني الفضل الشي ان الورقة تكون تحت يدكم لان اليد عرفتي تبقع مرة تبقع طيب الان بنجي للانف وهنا زي ما انتم شايفين العين ما فيها رموش واضحة طيب شايفين ما عندي رموش واضحة فما راح اجي اسوي شي انا مو موجود معاي بالرسمة عرفته طيب نجي الان للانف ونرجع بعدين الاشياء اللي بتكون نكسطنا الانف هنا من فين المدعكة المدعكة تلقينها بكانفسه اغلب الاماكن ترها اللي عندهم ادوات رسم تلقين عندهم المدعكة طيب شوفوا معايا فين الضل على الانف عندي زاوية الانف من تحت بل كامل فيها ضيل فاول شي راح اسوي ضيل وبعدين ابدأ بتفتيح البشرة هذا قلم رصاص لا فاحم شكرا يا عملي على الورد الحلو اللي ما سوا متابع يسوا المتابعة وادعموا البث وشيروه على اي احد مهتم تعلم الرسم واذا دعمتوا البث راح يطلع يكسب لور بشكل اسرع طيب الان زي ما انتم شايفين حددت كيف ترسم الخشم سويت شرح بالكامل بالتفصيل كان وقتها فقرة تعلم رسم الانف باكثر من اتجاه فتلقينها على القناة في اليوتيوب هذا ورق عادي وورق كراس اشترته من شئين الورق له خشن وله ناعم مرة وهذا ورق طابعة احيانا اشرح عليه ورق الطابعة العادي هذا كان شرح امس ونزل البث على اليوتيوب فاللي مهتمين هذي قناتي في اليوتيوب عليها الدورة بالكامل طيب الان للان شوفوا اول شي حددت المكان اللي بكون عندي فيه ظل غامق اكثر وبعدين اشوف الاماكن برضو هنا عندي الزاوية هذي فيها ظل الاضاءة جيتني بشكل يعني مباشر على الوجه وسل انه لاف وجهها بشكل خفيف فجاي الاضاءة بشكل ماي من وين انتي؟ من المدينة من السعودية المدينة تحديدا طيب من هنا عندي ظل بهذا الشكل اللي ما سووا متابع يسووا المتابعة اللي يحبين يستفسرون اي شي من ادوات رسم او يرسلهم الشروحات حق اليوتيوب بدال ما يدورون يجوني استقرام وكمان الصورة هذي رح نزلها لكم بعد البث ينفع ارسم رصاص ومو لازم فهم ينفع عاتي ما عندك اي مشكلة استخدم الاداة اللي تناسبك اذا حابت تعليمي على شروحات وزكية ترى برضو بنسله بقناتي باليوتيوب طيب الان عندي وقد شرحت لكم التضليل الناعم والتضليل الخشن ونزلته برضو على قناتي في اليوتيوب التضليل الناعم بصراحة مرة شي حلو فعليا مرة حلو طيب الان عندي هذا الظل اللي كان عندي بشكل مباشر زي ما انتو شايفين بالورقة بشكل مباشر جاييني على الورقة الباقي بكون تدرجات ظل طيب كيف احسن من رسمي حاولي تتدربين بشكل مستمر طيب هذا واحد حاولي تتدربين بشكل يومي حاولي تتبعين الناس مستواها اعلم المستواك بشي كثير بحيث انك تشوفين الاشياء اللي هم يسوونها وتزيدك عرفتي معرفة ايشو كمان اذا معك امكانية ادخلي دورات برضو راح تساعدك انك تتطورين بشكل مرة اسرع طيب الان اجلس ادمج بشكل ناعم بهذا الشكل انا من المدينة نورتوني اهلا اهلا طيب ادمج بهذا الشكل تمام اللي تقول تبغى بديل للمدعكة استخدم من منديل اعواد اذان كل بوقت تدي نتيجة حلوه المنديل هو اللي انا استخدمه لما اجي اضل التضليل ناعم اعتمد فيه على المنديل حتي انا مجهزتلي منديل بحيث ادمج فيه شكل خفيل طيب انت دخلت دورة الا والله ما قد دخل دورة انا كان اعتمادي بالكامل على التدريب واليوتيوب يعني كنت ابحث عن شرحات باليوتيوب و ادرب منه وصلتك ستة يا عمري بالليكات نورتين يا قلبي عادي ادمج منك بدل الفرشة يب عادي اللي ناسبكم انا بس مشكلتي مع المدعكة اني احسنا تبقع نوعا معه بس يفضل تدمجين بالمنديل بالنسبة لي احسن من المدعكة شوف المنديل كيف يناعم التضليل او الدمج الفعالية ممرة يناعم ممرة مرة يناعم طيب هذا الشكل اجي ادمج واخفف التضلي طيب كيف اذا ابيك ترسمني حاليا والله وقفت استقبال طلبات صراحة خلوها اسبوع الجاي اشوف اذا عمداني افتح لكم استقبال طلبات فاللي حبين ارسبهم يجون طيب الان اباجي اضلل من هنا بشكل خفيف الاماكن بتكون عندي فيها غامق اكثر ابرزها كيف ارسم الشعر واضل الشعر ابشر من عيوني شرحات الشعر انا سويتها بس اسكف الوقت ممكن اسويلكم الدقين كيف نسويه ما فهمت سؤالك صح انا طيب الاساس مو بالدورة صح لان انا صراحة ارسم بس مفاهمة ابدا من وين طيب اذا انت يشوف اول شي شو في اش ميولك هل انت تحبين ترسمين انيمي رسم واقعي نفس ما انا ارسم كده طبيعة اللي انت تحبينه ابدي فيه حبة حبة اول شي ابدي من السهل للصعب مثلا لو انت بتعلمين رسم عيون انا من سوي السلسلة على قناتي في اليوتيوب تقدين تبدين فيها معي من الصفر لانه الشرحات معتمدة فيها للمبتدئين شكرا يا عمر اسلم الشرحات معتمدة فيها للمبتدئين فحط اساسيات من ابدا العيون شفايف انف بعدين ميقاسات الوجه بعدين التضليل وزي كده من سهل لصعب فابدي معي باذن الله راح توصيين المستوى من راحل وكمان الاشياء اللي تبغين يعني ساعدك عليها او ابسطلك ياها تعالي بالاستقرام اذا انت عندك استفسار او شي معين الاستقرام ينفسين 20 ابكس بدون شرطة طيب ايش الاقلام تستخدمينها او تنصحين فيها نحددي يعني اذا اقلام خشبي اذا اقلام رصاص استخدمت وكلها كانت حلوة او بعدين كلها كانت حلوة حاليا ارسم فحم جنرال طيب اللي سألت عن اللمعة اللمعة كنت استخدم لها اللهم صلع محمد كنت استخدم لها وحاليا استخدم لها اكريليك ابيض عاتي اللي هو هذا مع فرشة صغيرة بميقاز صغير اخدته من كامفس بس علبة كبيرة تقريبا 20 ريال او اقل ومرة حلوة يعني مرة يقعد معك فترة طويلة يعني مرة مرة فترة طويلة فعليا اه سوينا نرسم بقلم رصاص او بقلم اسود سويت رسماتي بلبتوتو كلها انا زيتها اليوتيوب طيب الان لو انا بجي اسوي تفاصيل الانف شايفين الانف هنا معايا هنا الانف في زي اللمعة زي النقطة البسيطة طيب فكيف انا اجي اسويها اجي مساحة ثمان ندور مساحتي 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 ايو لقيتهم طيب نكمل الانف هنا عندي من هنا في اضاءة بشكل واضح طيب شايفين من هنا في اضاءة يعني جيتني بشكل ممر صريح فانا اجي اسويها بهذا الشكل طيب عادي امسح بالمساح للاماكن اللي حس تحتاجه انه اضاءة بزيادة لما ارسم رسمة لاحظ انه المقاسات ما هي متساوية طب حاولي تخليني بس فترة لتدريب على الابعاد والمقاسات بتلاحظين انه تحسن معاك مرة عن مرة طيب من هنا برضو عندي بتكون في اه لمعة على الانف من هنا فكيف اجي اسويها مساحة مونو زيرو هذا المساحة مرة احبها فعليا مرة احبها واستخدمها يعني باغلو التفاصيل فبس اللي عليكم تجون تسوون نقاط بهذا الشكل ما ادرد هو واضح لكم ولا لا شوفوا هذا الشكل نقاط راح تعطيكم لمعة ولما يكون ترى الورق ابيض راح تبان معاكم اللمعة اهلا ايش اللي خلاك تبديعين كده ما شاء الله ممكن يعني كثرة التدريب وحب الرسم لاني صراحة يعني مرة ارسم كثير فهذا من الاشياء اللي خلتني اتطور لاني عرفتي يعني الواحد لما ما يستسلم يستمر يوصل للمستوى مراحل شكرا يا قلبي منوريني والله اهلا اهلا طيب نسوي اضاءة بهذا الشكل طيب خطوط بسيطة او نقاط بسيطة وممكن واضحة عندكم تمام بهذا الشكل شايروا البت وسووا ليكات مرة كثيرة بحيث ان البت يطلع الاكبر عدد برضو عندي الانف من هنا ومن هنا فيه لمعة خفيفة انا ابرزها بشكل مرة بسيط بس امسح بالمساحة بشكل خفيف وابرزها طيب نجي الان طيب نجي الان يا عمري انا نورتوني نجي الان للخد من هنا كيف نبرز تدرجات الضل طيب فنجي اش نسوي اول شي زي ما اتفقناه بنحدد طيب الان بنحدد الاماكن بيكون فيها ظل فعندي هذا الزاوية طيب نشوف الزاوية اللي بيكون فيها عندي ظل بشكل كبير رح احددها طيب فهذا الزاوية فيها ظل يعني بشكل مرة واضح عندي من هنا هذا الشكل طيب هاي الزاوية فيها ظل شايفين من هنا فانا اجي اش اسوي اضليلها بشكل كامل الان اقلم بستخدمة اتش بي او تو بي معايا ورجي كلمة اهل العراق نورتوني يا عمري اهلا اهلا طيب رح اضليلها بهذا الشكل تضليل كامل طيب بس ثواني اللي ما ارد على سيئلتهم اصبروا ليع شوية بقالك ادي اهل ترسمين والله لي فترة طويلة يعني فعليا طويلة يعني كنت ارسم نونة صغيرة بس الفترة اللي بديت اركز فيها على الرسم والتدريب كانت تقريبا من 2017 هي اللي بديت اركز بشكل كامل على الرسم واني اوصل المستوى يعني انا ممرة حابته ويكون يناسبني طيب الان جلست ادمج بشكل مباشر على المكان اللي بيكون عندي اغمق شوية وقبل قد شرحت لكم الفرق بين تضليل الناعم والتضليل العادي فاللي حابين يشوفون التضليل الناعم كيف سويته يلقونه بدورة تعلم الرسم الواقع على قناتي في اليوتيوب اللي مهتمي تعلمون الرسم ترمم تسويه دورة كاملة على قناتي في اليوتيوب شيريه على اي احد مهتم يتعلم رسم وانصحوه بالقناة بحيث انه الشرحات كلبوها مجانية طيب الان بعد ما دماشت رح استخدم ايش رح استخدم مدعكة باش الاقلام تستخدمها بالتضليل حاليا قاعد اشرح لكم على الفحم ضي الان رح ندمج بالمدعكة بشكل دائري كون المدعكة قلت لكم قبل المدعكة تديني تأثير طبقة اغمق شوية وبالذات كانت الورقة شوي فيها فتحات تساعد ان الفحم يجي بطبقة واحدة عرفتو الفرشة احب استخدمها لما اكون ارسم على اوراق في براينو تنعمها لي ممر تنعمها لي هي والمنتي لان منطقة هذي هي عندي بالاصل فيها ضيل فاتعمدتو انو اضللها بزيادة في المدعكة انت بالمدينة يب 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 يا عمري بالمدينة طلبات باذن الله السبوع الجاي ممكن اذا فتحت طلبات ارسلك و اكتب لكم اياها هنا ولكم اياها بالبثوس او اكتبها بالمقاطع حاليا والله موقفة يدوب الطلبات اللي عندي طيب هذا الشكل اضلل تمام؟ الآن بتشوفون انو ممكن انبقع بس هو حد انا نبدأ بالدمج بتشوفون الطبقات بدت تصير انعم معا يعرفتو انتي بالمدينة يب 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 يلاحظك في ان انا مشلق يا قلبي انتي الآن ندمج من غامق لفاتح على برا بهذا الشكل طيب اللي حابين تعلمون الرسم نسوي دورة مجانية على قناتي في اليوتيوب وهذي قناتي في اليوتيوب فتقدرون تستبدون منها وتعلمون الرسم طيب زي ما انتو شايفين اجلس ادمج في هذا الشكل لين ما اوصل للنتيجة اللي انا اشوف انها مناسبة نفس الصورة عندي طيب الآن اجيب المنديل راح ااخذ من هنا ترى انتي مبدأ هاتفين قرثاليقية عمري انا شكرا وعلى فكر انتي حاطة صورة تاي ترى الرسم تاي الرسم تاي بالالوان المائية بس خصارة مو موجودة الرسمة على المكتب ولا كان وراتك ياها طيب ادمج من غامق لفاتح بحيث نعم التضليل يكون فيه طبقة واحدة يعني حلوة ارفته الآن بجيب قلم اغمق شوية يكون عندي طيب الآن بجيب قلم اغمق هنما اغمق درجة هذا 2B راح اخذ 6B عادي اسعى سؤال يب اكيد عادي طيب راح اخذ درجة كام 6B طيب بتكون عندي الاطراف اللي قريبة من الاذن والدقي اغمق شوية بزيادة ابا تنسيمين محمد بن سلمان رسمتها باليوم الوطني من نزلتها وينما كان الحديقة اللي صورتيها حديقة اليوم صورت فيها بث العصر شكلكم ما انحكتوا على بث العصر حديقة الامير محمد بن عبدالعزيز او حديقة احد اكتبيها بجوجل ويطلع لك الموقع حقه طيب هذا الشكل اجي اغمق الاماكن اللي اشوفه انها تحتاج يكون فيها ظل اكثر بحيث يكون فيه تدرجات اخير اللي قد حسابك نورتين يا عمري برسمي هون جي حطيلي اسمه على اخر فيديو بحيث اشوفه طيب اضلل بهذا الشكل وادمش من الغامق لفاته عشان التدرجات تكون يعني التدرجات تكون مناسبة وعرفته تدرج حلو وواضح ما شاء الله شكرا يا عمري دوني ادخل البث نورتين يا قلبي اهلا اهلا طيب بعد ما سوتت الدرجات من هنا طبعا الزاوية هادي من هنا بيكون عندي فيها شعر اكثر خلوني امسحها الخفيف يا قلبي انت منورتني يسلموا يا قلبي هيا 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 شكرا يا عمري طيب الان بنجي للاضاءة كيف نبرز الاضاءة اول شي بالمساحة راح اسويه ما راح استخدم اشياء ثانية غير المساحة للاضاءة قبل ما اكمل سووا ليكات على البث بشكل كبير كده ليكات 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 بحيث يطلع عكسبلور وكمان اللي ما دعموا البث يدعمون البث بحيث يطلع عكسبلور ايش الفرق بين الدمج من المدعك و الفرشة الفرشة يكون دمجها ناعم طيب والمدعكة يكون دمجها شوي اثقل شكرا على الكورة الحلوة يسلموا فهذا الاختلاف مبينهم طيب الان راح نسوي الاماكن اللمعة بهذا الشكل هنا عندي تحت العين الصورة استبغونا راح ننزيها لكم بالاستقرام شايفين اللمعة فين عندي هنا وهنا طيب فانا اجي واشوف اتبع الاماكن بيكون فيها لمعة ونفس الفكرة اسويها عليها ببطة بس اليوم راح ينزي على قناتي في اليوتيوب الشروحات اللي فاتت برضو نفس الفكرة كلبوها موجودة على قناتي في اليوتيوب شلون اسوي عين الشروحات العيون ترى مرة كثيرة على قناتي في اليوتيوب حرفيا مرة مرة كثيرة شكرا يا قلبي على الحلاوة الحلوة طيب الان عدسة مو العدسة تفاصيل البشرة كيف أسويها عندي طريقتين لتفاصيل البشرة طيب كيف أخلي الوجه متناسب ابعاد الوجه فيه اكثر من طريقة تقدين تسوم فيها مقاسات الوجه انا فيه طريقة اللي انا استخدمها شرحتهم نزلتها على اليوتيوب بالايام اللي كانت مخصصة شرحات مقاسات الوجه شوفيها وراح تفيدك بإذن الله إذ ما فادتك اكتبي لي بالإستجرام حسابي إستجرام نفسينا أسوي لك شرح لطريقات ثانية يعني مختلفة تكون نوعا ما طيب الآن بالمساحة أسوي نقاط بسيطة عشان تديني لمعة أكثر طيب اللي كاتب أطفش وما تجيني أفكار أول شي حاولي تتبعين ناس هي ترسم بأفكار مختلفة طيب يعني نفسي أرفع لك الجواب بس مش كأخافي تايح شوفي هنا تك 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 أشكله ما يرتفع أكثر طيب ما يرتفع أكثر رسماتي اللي قبل جاتني فترة ركزت على إن شاء الله ما يطيح مستان جاتني فترة ركزت على أرسم بأفكار مختلفة عرفتي فأخذت شهر كامل كل مرة أرسم وجه ودخل فيه شخصيات يعني مو شخصيات دخل فيه أفكار مرة أرسم مع صفير مرة مع حيوانات مختلفة وروت أشياء زي كده يعني تكون جديدة مرة أرسم وجيه على بعض يعني أحاول أنوع فأنت فكرة أنك تجلسين تتفشل إن ما عندك أفكار أنت أجلسي شوفي في بانترست اكتبي دراونك آديا شوفي رسامين يرسمون يستلهمي أفكار عرفتي أو تفرجي على صور ناس تصور طبيعة تصور مناظر تصور وجيه ليسووا لك أفكار واستلهمي منها برضو وبرضو نفس الفكرة شوفي ناس يعني مرة عندهم أفكار حلو طيب إن شاء الله يا عمري حلو أدوم أتطرشين أنت من وين؟ أنا من المدينة من المدينة المنورة طيب أشوف أي مكان فيه لمعة وأتبع نفس التخطيط اللي يبغون الصور اللي أنا أرسم منها تلقونها رح نزلها لكم بعد البيت على الإستقرام الحسابي بالإستقرام نفس هنا عشرين إبيكس بس بدون شرطة أبغى أتعلم أبغى أتعلم رسم الفحم أشخاص أنا بدايت أحس أخذوه طيب تشوفي شرحاتي الأخيرة كل بغى كانت بالفحم كيف يكن لي سلوب جداً أحتاج جواب واضح والله هي نوجة اسمك صراحة ما أقدر أفيدك بالموضوع هذا لأن أنا من الناس اللي ما عندي أسلوب معين بالرسم عرفتي أنا نوع بالرسم فما أقدر أفيدك فيه بس غالباً شوفي أول شي جاربي ترسلين بأكثر من أسلوب مختلع وبعدين شوفي الأسلوب اللي يناسبك وحاول تمسين عليه طيب؟ أنا حاولت أصمل على أسلوب واحد بس ما قدرت يعني أخذت فترة بس أرسم وجيه ما حيوانات وكان الموضوع مرة ممتعة بس بعدين لقيت أنه خلاص اكتفيت فسي كذا عرفتي فأحس ما أدري تكفير لك؟ طيب أنا ما أعرف أرسم إنمي الإنمي سويت لهم شروحات أنا ما أرسم إنمي كثير أعرف أرسم إنمي بس أني ما أرسم كثير بس سويت شروحات للإنمي تلقينها على قناة في اليوتيوب إذا أنت حابت تعلمين بقائمة تعلم رسم الإنمي اللي يرسم عدد الطرق اللي رسم عدد ما فهمت صراحة ما فهمت الشكاتبين طيب الآن بسوي الحواجب طيب الحواجب عندي هي غام قبل كامل بس اللي واضح اللي فيها أنه شعر أبيض طيب شايفين هنا وين مكان حديقة سرية ما فهمت مكانها من التعليقات الحديقة السرية دستها عنكم أسبوعين بس بعدين اليوم فكت بس فيها وكتبت لكم اسمها بالبث اللي فاتهم بالبث خلاص مرح أغششكم الحديقة اسمها حديقة الأمير محمد بن عبدالعزيز أو حديقة جبل أحد اكتبوها بالقوغر ويطلع لكم اللوكاشن حقهم طيب شوفوا الحواجب هنا عندي كيف فيها لمعات مو لمعات شعر أبيض فأني لما أجي أسوي الحواجب أول شي أخذ شكل الحاجب وبعدين أجي أدمجه هاي أهلا أهلا يا روان نورتين يا عمري الرسمة موجودة باليوتيوب يب رح نزلها بالبث بإذن الله البث هذا رح ينزع قناتي في اليوتيوب طيب الآن الشعر نقدر نسويه بقلم فحم أبيض اللي هو هذا تمام أما أسويها بقلم فحم أبيض بهذا الشكل أتبع خطوط الشعر والفحم الأبيض هذا مرة حلوة للناس اللي يعني ما عندها مساحة تقدون ترسمون فيها إن شاء الله تعلم منك الرسم يا عمري أنا بإذن الله طيب بهذا الشكل أنا صراحة يعني ما أحبه ما أفضله مرة بس هو للشعر مرة حلوه وهو اللي راح نسوي فيها الدقين مع طيب في رسمات صعبة ما أقدر سمها إيش أسوي تعلم عليها ما في شي صعب يعني مع التعليم كشيتي طيب شايروا البث سووا ليكات مرة كثيرة ادعموا البث بحيث أنه يطلعك سبلور وكمان اللي حابين تعلمون سويت نفسك وضوطات وصفت منها طيب حلو ماشاء الله اللي حابين تعلمون الرسم مسوي دورة تعليمية واحدة بالرصاص واحدة بالفحم على قناتي في اليوتيوب اللي حابين يطلبون أدوات رسم هما من السعودية هذا خصم كانفس يوصلون من ثلاثة أيام لأربع أيام في شرح في اليوتيوب حقك يب في شرحات تقريبا ما شاء الله مجموع ثمانين فيديو أو سبعين فيديو فاللي حابين يتعلمون صوتي بدي يروح فعليا صوتي بدي يروح ها شي اسمه اللي حابين يتعلمون منها يلقونها بالكامل على قناتي في اليوتيوب وفي إنيمي كمان حسنا طيب ما نقدر نطلب من الخارج السعودية كانفس حاليا ما يوصل غير السعودية أفضل أقلام رسم فايبر استخدمت فايبر كاستل استخدمت ستيدلر هذي بالرصاص حاليا بالرصاص عندي دراونت أنا كل ما خلصت مجموعة أجرب شي ثاني هل تنصحيني أني أشتري مجموعة الرصاص ولا لا؟ يب أكيدا نصحكي مجموعة الرصاص ترى مرة بطلة مرة حلوة والرصاص الحلو فيه إنه درجات من مفاتح لغامك فتقدرين تقدرين تحكمين فيها بطريقة أسهل عرفتي أنا بالنسبة لي أشوف إنه الرصاص أسهل من الفحم طيب نكمل شرح طيب الآن بسوي الشفايف وبعده بسوي اشتنصحيني به أنا أعرف أرسم وما فهمت يا عمري سلامتك الله يسلمك يا عمري طيب خلون شاي ممكن تقولين إيش ممكن تقولين إيش ممكن تقولين إيش الفحم إيش هو يعني الكراسة حسنها مهمة يب الكراسة مهمة مهمة الكراسة يعني الأوراق المناسبة تساعدكم ونكم تطلعونه برسمة حلوة عرفته طيب خلونا نسوي الشفايف فالآن نحاول نخلص الرسمة قد ما نقدأ تمام تعملي دورات يب عندي دورات مجانية على قناتي في اليوتيوب دورة مجانية على قناتي في اليوتيوب سأشوفوا الفجر اللي بمثبت مصورة الدورة ومتكلم عنها طيب كيف رسم واقعي أو حقيقي زي ما أنت كاتبة أنا نسوي دورة بالكامل للناس اللي مهتمة شوفي الشراء العيون اللي هنا الشفايف هاد كلها مسويت لكم عليها شروحات خطوة بخطوة ومنزلتها لكم على اليوتيوب طيب خليني أقرأ سؤالك ليش فدت الفحة إيش فايدة الفحة تقصدين إيش فايدة الفحة التعليقات اللي يشفونها سوو لها قيدة باليسارة أو باليمين اسحبوها وهي تروح والله في أسئلة يا جمالي مني فاهمتها أجاوبكم عليها بس والله مو فاهم شكت بي لبطة طيب الآن بنيجي للشفاية وشوفوا الشفاية فينا كيف نسويها الشفة العلوية عندي مية واضحة والشفة السفلية واضحة في منطقة غامقة هذا الشكل تضليل بالكامل وعندي اللي تحت فيها لمعة طيب بس اللي فوق عليها تركيز الظل اللي تحت عليها تركيز نور واللي فوق عليها تركيز فحة أشوفوا بعد القلم أقلامي الحالية نستخدمها معاكم الفحم الجنلولس اسمها أقلام فحم الجنلولس طيب فأجي أغمق هذي واخذ من الضل وأجي أضللها بهذا الشكل عادي بشكل مرة بسيط طيب هذا الشكل أستقبل طلبات اللي أرسم وأرسلكم الصورة استقرام بدون شاحن بدون شي صورة اللي حابين يستفسرون يجوني بالاستقرام تقريبا راح أبدأ أستقبل المجموعة الثانية ع سبوع الجاي فاللي مهتمين يجوني بالاستقرام طيب أغمق من هنا الأنف عندي فيه غامق أكثر الجزئية هذي بيكون ايش بيكون الجزئية هذي بيكون ايش بيكون نحتمت فيها على الدقين وكيف راح نطلع الدقين بشكل أبيض في كده طريقة فيه رسمين يستخدمون الطريقة هذي أنا صراحة ما استخدمها بس بس راح لكم عليها إذا في أحد حاب يستفيد منها يجبون قلم حاد بهذا الشكل شايفين قلم ما في شي طيب ما في شي القناة وتسوون خطوط بهذا الشكل طيب وراح توضح لكم الحين اللي جيت أضلل عليها على نفس شكل الدقين أو الشوارب أو اللي هي تسوون عليها بعدين اللي جيتوا تدمجون بالفحة شوفوا هنا جيت أدمج يوضح لكم خطوط ما عدد هي وضحت لكم وللا بس توضح لكم خطوط إذا غمقتوا أنا لا أنا أفضل الطريقة هذي اللي هي أسوي شعرات دقين وبعدين أفتحها باللون الأبيض بحيث ناتجين لونها أبيض بأقلام الفحم اللي هي درجة أبيض اللي ما سووا متابعة للحساب يسوون متابعة وشيروا البث على أي أحد مهتم تعلم رسم واقعي دورة مجانية بل كانوا يترقونها على قناتي في اليوتيوب اللي مهتمين مرة رح يستفيدون أحمد الله وفيك يا أختها مراتب أعلى شكرا يعني سماء دايب ندمج بهذا الشكل الجزئية الشعر أو دقي بهذا الشكل أنا أسويها الشعره يمين وشعرها يسار بشكل خفيف وتكون قصيرة على طول الشعر اللي أنا برسمة الان الجزئية اللي هنا عندي قصيرة الجزئية التي تحت عندي طويلة التي تحت كيف أسويها تكون عندي من هنا صغيرة طي MATT بس الي من هنا تكون عندي بهذا الشكل هذا طول عرفته؟ والله القلم جاف صراحة أنا ما أستخدمه بس إذا استخدمت بإذن الله أسوي لكم شرحات عليه يعني قد جربت رسم فيه بس موه اللي رسم رسم مرة خليني كده فترة أقعد أروق عليه وأجرب أرسم فيه وسير أسوي لكم شرحات طيه فزي ما أنتوا شايفين شايفين كيف بدا يطلع عندي الشعر واقعي ومرة حلو شكل مرة بسيط أسوي خطوط بهذا الشكل شيروا البث على أي أحد مهتم تعلم رسم واقعي واللي ما سوى متابع سوى متابع اللي ما تابعوني يوتيوب ضروري تابعوني يوتيوب بحيث يستفيدون من الشرحات والسلسة التعليمية اللي أنا مساويتها لكم كمان مساويت لكم شرحات بالماء بالقواش اللي مهتمين يتعلمون ماء قواش برضو فيه شرحات تلقونا هناك كيف صرت بهذا الدرجة في الرسم جوابت أول بالتدريب صراحة التدريب يعني هو اللي فرق التدريب والاستمرارية الواحد لما يصم ولو يستمر يوصل للمستوى حلو يعني فعليا يوصل أنا كتبت اسمك اليوتيوب ما طلع عليك كتبي دراوينج الحال بعدين كلمة اي بيكس بينها مسافة إذا ما طلع عليك فيه رابط باليوتيوب بالاستقرام بالبايو وفيه رابط هنا برضو في البايو حق تيك توك اضغطي عليه ويدخلك على الدور بشكل مباشر طيب أسوي الشعر لين ما أخلص جزئية الشعر بهذا الشكل أكرر الدرجة أو أكرر الحركة لين ما أوصل للشكل اللي أنا أبغى وبعدها راح تشوفون بعد الدمج كيف لما ندمش نطلع الشعرات البيضة الآن لازم تكون عندنا الطبقة غامقة ممكن تكتب اسم قناتك بالبايو قناتي الرابط حقها مباشر بالبايو اضغطوا عليه بس ويطلع لكم هذا اسمها دراوينج ودين مسافة اي بيكس ترسمين باقلام فحم يب يعني باقلام فحم طيب أسوي بهذا الشكل وأكرر جزئية الشعر الطويلة اللي تحت أموم فوق عندي قصيرة طبعا ما ركزت بزيادة على الرسمة حاولت أشرح لكم الأشياء البسيطة اللي فيها بحيث أن يكون موضوع سهل عليكم طيب نكتفي بالجزئية هذه الجنب اللي هنا وهذا أخلي بعدين أسويه طيب هذا الشكل أضلل أو أشتغل على الدمج طيب الآن بالفرشة أجي أدمج إيش هي أردت التضليل أدات التضليل اللي أنا أدمج فيها المدعكة أو فرشة طيب الآن وقت الدمج رح نعم الشعر شايفين الخطة اللي هنا عشان ما يجي خط فاصل لا لازم النعمة بهذا الشكل يكون عندنا فيه تدرجة طيب ونفس الفكرة من هنا عشان يكون فيه طبقة أساسية للجند مبدع ربي يحميك شكرا يا عمري من لطفك عشان يكون عندنا فيه طبقة أساسية للجند لازم ندمج بشكل مباشر بهذا الشكل طيب ننكسل الشعرات لأنه لازم تكون كثيرة بشكل مناسب بس أنا قاعدة أشرح لكم بشكل يعني على السريع بحيث أنه تفهمون معايا الفكرة الشعر نكرر لما نوصل للنتيجة اللي احنا نبغاها بهذا الشكل طيب نيجي الآن للشي الثاني اللي كيف نبرز أبي تعلمين طريقة رسم العين شوفيها على اليوتيوب مرة رح تستفيدين منها مسويوا شرحات مرة كثيرة للعين من قدام مع الجنب طيب الآن لما نبرز الشعر الأبيض السوار يا سوار نورتي يا عمري أهلا أهلا بسوار نورتي يا قلبي كيف اختبراتك والله مختفية مرة مختفية عن البث طيب الآن الشعر الأبيض نسويه بهذا الشكل قلم فحم ونجيب هذا الشكل نسوي خطوط الرسم موهبة ولا هواية تعلمت رسم أو موهبة تعلمت صراحة أنا حسنة تعلم وحب ميول للرسم لو نكتر سمين انيمي انيمي رسمت لكم ترى والله مدلعتكم سويت لكم شرحات للانيمي شايفين الشعر الأبيض هذا كيف قاعدة سويه نسوي ترى شرحات مرة كثيرة للانيمي نزلتها تقريبا ثلاثة بثول ويعني شرحتها بالتفاصيل فاللي مهتمين يشوفونه شايفين من هنا كيف قاعدة أنا عمل الدقي عشان يكون عندي الشعر الأبيض ما يجي فيه فاصة طيب شكرا رسمي باليوتيوب ولا وين والله ما فهمتش كلامك بالضبط بس إذا تقسرين على البيت راح ينزل في اليوتيوب كيف نحط العين متساويتين شرحتها طريقة العين متساوية شرحتها بأكتر من بس وموجودة على اليوتيوب طريقة العين متساوية على نفس الوزنية شرحتها طيب الآن راح ادمج بشكل خفيف من هنا عشان نسيتها وحس انها قهرتني شوي طيب راح اكرر الشعر من هنا أو الدقن راح اكرر عليه لان ما أوصل طبقة شوي غامقة عادي ترسميني حاليا موقف استقبال طلبات رسم شيروا البث وادعموا البث لأي احد مهتم اتعلم رسم واقعي ارسم بقلم جنيرالز بودرة الفحم ما استخدمها كثير حاليا ممكن اسم القلم الابيض القلم الابيض قلم فحم من جنيرالز قلم ابيض فحم من جنيرالز طيب فاجلس اشتغل على الدقن بهذا الشكل طيب لو ابغى اطلع الدقن من هالزاوية يا عمر يا اسور شكرا كيف بينا الدقن من هنا بشكل واقعي او شعرات ناعمة يعني وتكون فيها واقعية وتكون خفيفة يعني بسيطة في هذا الشكل اجي بتسوي شعرات بسيطة كذا هذا الشكل تمام تمام الشفايف كيف اجي اسويه انا احب ارسم عندي رسمات كيف ارسل شخص عادي رسمت برصاص يب عادي اكيد ما في اي مشكلة ارسموا بالاداها اللي تناسبكم طيب الان من هنا اغمك طيب وقلنا الشفايف من هنا عندي غامقة اكثر طيب فاغمكها لما اجي ببرز الشفايف اللمع اللي بشفايف كيف اجي اسويها يا عمري انا شكرا طيب اجي اسوي اللمع بهذا الشكل طيب بالمساحة اخفى في اللمع شكرا يا عمري يسلم طيب اسوي اللمع بهذا الشكل بالمساحة وامسحها على الخفيف طيب بهذا الشكل امسح عشان تبان معايا لضاءة بسيطة طيب طيب الان الخط اللي من هنا هذا كيف اسويت الدرجات حقتي هنا مبرز تهزياتها اجي فالمدعكة واخذ من جوة على برة عشان يكون عندي فيه تدرج بسيط طيب بهذا الشكل من برة من جوة على برة عشان يكون فيه تدرجات حلوة شكرا يا عمري يسلم فيديوهات كل الادوات التي تستخدمينها والله من ذاك اليوم خاطري اسوي فيديوهات هذه بس اني صراح ما لقيت وقت لحد الان اقلام الفحم حقتي اللي استخدمها جنرالس حاليا نستخدم اقلام فحم جنرالس طيب عندي الان بالانف من هنا في منطقة غامقة طيب اللي هي انعكاس الضل فراح تكون هي اغمك شي عندي في المجموعة بحيث انه او في الزاوية الانف لانه بكون الشعر من تحت شكرا يا عمري يسلموا يا قلبي ومتنى طيب نكمل تضليل طيب الان اجي اسوي الدقن بيكون عندي الدقن من هنا بيكون عندي في شعرات شكل خفيف طيب كيف انا اسويها بهذا الشكل امسك خطوط بسيطة تكون مائلة مرة يسار ومرة يمين يا عمري انا من لطسك يا قلبي شايروا البيت وسووا ليكات انا اشرح لكم وانتوا سووا ليكات بحيث البيت يطلع يكسب لول الاكبر عدد كيف اقدر ارسم فهم مفتوح شوفي الشفايف هذي رسمتها ونزلتها على اليوتيوب نزلت طريقتها خطوة بخطوة ممكن اسم قناتك هذا هو كتبتها لكم حطت لكم الورقة قناتي باليوتيوب هذي دراونك اي بي اكس والرابط مباشرة حق القائمة التعلم الدورة حق الرسم الواقي حطتها لكم في هذا في البايو الرابط مباشرة الرسم رسمتها في البث يب وراح ينزل البث على اليوتيوب شكرا يعني اسلم طيب اكمل الشعرات بهذا الشكل شايروا البث على اي احد مهتم يتعلم رسم حيث اكبر عدد يستفيد من الشرحات المجانية اللي قاعدة اقدمها لكم شكرا شكرا ممتن لطفكم طيب الان اسوي بهذا الشكل الشعرات لين ما اشوف خلاص انه كفتني عرفتو يعني احس انها جات للمستوى اللي انا ابغى الواقعية اسم قناة اكتبت لكم ياها روان اسم قناة في اليوتيوب اللي هي دراونك اي بي اكس ما شاء الله تبارك الله شكرا يعني اسلم طيب نسوي الجبهة الان نسوي الجبهة ونوقف شعر بما اني شرحت الشعر وطريقة رسمة ديجة ونكمل الجبهة بتضليلها ممكن تسوي شرح كيف تسوي الشعر كارلي برضو الشعر كارلي سوت لشرحات ترى ونزلتها على اليوتيوب كيف ترسمي هيك شرحت فكرة انه كيف ارسم رسم واقعي الرسمة هذي ظللناه وشرحناه بالتفاصيل بالبث هنا فليحبين تعلمون ربسوه بالكامل تنزيع على القناة في اليوتيوب بمسوين شرحات مرة كثيرة يب وكيد عادي على استغرام رسلوها مرة حلو ما شاء الله استمر شكرا يا عمري طيب الان بنضل الجبهة وبنبرز خطوط الجبهة كيف نسوي التجاعد والاشياء هذي البسيطة وشوفوا كيف رح نبدأ فيها اول شي بالمنديل رح ااخذ من التضليل اللي هنا واضلل فيه واضلل فيه باقي الجبهة بالكامل كون عندي فحم من هنا كون عندي فحم من هنا رح استخدم معه يفرق مرة نوع الورق في الرسم ايه يفرق اكيد يفرق مرة يفرق كثير يختلف معاك اذا كان الورق ناعم اذا كان خشن هذي كل بها تفرق معاكم شايفين كيف انا قاعدة اناعم الدمش معايا بالمنديل الان قاعدة اناعم ااخذ من جوه على برة رح ينزع اليوتيوب يوب دي رسم شه سود وشارع ابيض مفاهمتك مفاهمتك ياختي والله ما فاهمتك طيب هذا الشكل ادمج باقي الجبهة بالكامل طيب بعدين اجي استخدم المدعكة بالدمج برضه كيف ارسلك على الاستجرام اللي يبغوني اشوف رسمات امسوها لي على استجرام حسابي استجرام ناسين عشرين ابيكس بدون شرطة او ادخلوا على حسابي في علامة استجرام اضغطوا عليها اطلع لكم استجرام واليوتيوب اللي حابين تعلمون رسم يدخلون على اليوتيوب واللي حابين يستفسرون عن اي شي يدخلون استجرام طيب الان بالمدعكة جلسة ادمج بشكل دائري عشان نبغى التدرجات تكون يعني ايش متناسبة راح اسوي على شعر ابيض بعدين اي وهو الدقين باللون الابيض فانا سويت الاساس اسود وشرحت لكم عن الجزئية هذي باللون الابيض اللي هي هنا والباقي ما كملته طيب لان الشرحة الشرحة الرسم ما هو اليوم يعني الشرحات بس ما هو رسمة لي هذي هذي لا بس للشرحات الرسمات اللي فيها بالبث يعني ما انزلها بحساباتي بس للشرحة اكون مسويتها هاي اهلا اهلا طيب الان بيكون من عندي من هنا ظل طيب اللي بنيجي للتجاعيد حقة البشرة كاف اسويها من فوق الحاجب بيكون عندنا ظل شوية خفيف من هنا بيكون عندنا في ظل برضو شوية اكثر طيب وهين عندنا الشعر زاوية الشعر هذي بتكون زاوية الشعر فازيت الدورات وتعلمت بنفسك ولا تعلمت بنفسي طيب الان نجي للتجاعيد نجي للتجاعيد بهذا الشكل خط بسيط وما يكون متصل ما يكون بشكل مستطيل لا خط بسيط انا بتابعتكم من سلطة وتعلمان اطبق كيش رحاتك فرقة معي وادي يا عمري انا منورتني قلبي طيب خطوط بسيطة بهذا الشكل طيب وما تكون مستطيلة لا تكون فيها ميول خفيف يعني عرفتوا زي التقويس ونفس الفكر من هنا نفس الفكرة من هنا بهذا الشكل بشكل خفيف طيب تمام تمام لحد الحين ماشيين حلو الان اجي ادمج بالفرشة بشكل طولي عشان يكون فيه تدرجات حرفته يكون فيه اماكن للاضاءة وفيه اماكن غامقة والاشياء هذي كل بوها طيب هذا الشكل تمام ورين الفحم الابيض بليس هذا هو الفحم الابيض من شر اه من جنرالس هذا اسم الماركة هنا وينو اكتلك فحم ابيض بايش تنسحين نوعية الالوان تلوين بشرة اتبغين الخشبية ولا اكريلك ولا ايش بذل الاذن مسويت لها شرح باذن الله البسوط الجاي اقدم لكم شرحات اكثر يعني ما فيها صعوبة مرة بس باذن الله يعني اسوي شرحات اكثر تفصيل مع انه مسويتها الشرحات على اليوتيوب ما شاء الله تبارك الله شكرا يعني اسلام اجي الان اكرر على الخطوة نفسها في المدعكة طيب واجي اغمق عليها بهذا الشكل اسحاب بشكل خفيف من فوق ومن تحت هذا الشكل تمام عشان تكون عندنا فيه تفاصيل اكثر طيب طيب الان اشوف الاماكن بيكون عندي فيها الظل اكثر اجي ادمج بالمدعكة عشان تعطيني كلا يعني تأثير شوي خفيف الظل من هنا ايش نوع الورق المناسب للفحة بس براينو احلو مرة حلو فعليا مرة حلو رسمة عليه رسمات مرة كثيرة رسمة رسمة تضليل عادي ورسمة رسمة تضليل ناعم طيب هذي الرسمة تضليل ناعم عادي ونزلت لكم شرحها طريقة البشرة وشرحها بالكام أيها اليوتيوب وهاذي الرسمة كانت تضليل ناعم ان شاء الله اني ألقاها ربداي هذه الرسمة تضليل ناعم طيب هذه سويت لها شروحات ولا ما سويت لها شروحات توقعني سويت لها شروحات ونزلتها على اليوتيوب بس ما متكرم فهذه الأوراق كله وهذه الرسمات يعني تكون احترافية وأنا أشتغل عليها على مهر وخطوة بخطوة فالورق هذا ذي انت حابين تستخدمون نفسه الورق مرة ممتاز و مرة بطل يا عمري شكرا على القلب الحلو تلقونه بكانفس موقع كانفس وهذا كوت خصم كانفس الخصم للمتابعيني فاللي حابين يستفدون منه هذا هو ABX20 كوت موقع كانفس يوصلون من ثلاث ايام لأربع ايام لجميع مناطق المملكة واشو كمان وبس والله اشنوع الورق المناسبة فاهم كثيرا شرحات تضليل الناعم التضليل الناعم سويت جزئية على الشرح على الرسم اللي قبشي وراتكم ياها ونزلتها لكم اشنوع الدفتر الدفتر من شيئين ومعلي اسم معين والورق له ناعم وله خشن عرفتي وين الرسم الناعم ما شفتها هذا هنا تضليل الناعم هذا التضليل الناعم شوفي كيف التضليل نظيف وصافي ما فيه ما فيه تبقع ما فيه اشيازة كذا عرفتي لانه يكون طريقة التضليل الناعم شوفي كيف التضليل نظيف وصافي ما فيه ما فيه تبقع ما فيه اشيازة كذا عرفتي لانه يكون طريقة تضليل طريقة مختلفة عرفتو؟ طيب ممرة جربت كودك عندهم ولا أعطوني خاصة إنها مخصص عشياء معينة لا أكود لا أشوفي الأدوات اللي عليها تخفيض معين ما عليها كود خاصة عرفتي؟ يعني لو أخدتي أغراض وهم مسوين عليها خاصة من عندهم البث معلك؟ كأن البث معلك ولا؟ يا لهوي البث معلك ولا؟ خلونا أكمل لكم معلك ولا؟ البث تمام ولا معلك؟ لا طيب اللي تقوي عن كود الخصم في أدوات يكون هم مسوين عليها تخفيضات بشكل مباشر فما يكون عليها خاصة الأدوات اللي ما تكون عليها عروض وأغلب الأدوات ترى ما يكون عليها عروض هذي لما تخذين أدوات يخصمون لك عليها أنا أغلب أدوات اللي نطلبها أستخدم عليها كود الخصم حقي وتمام يخصم ما في أي مشكلة بس ممكن أنت صادفتي مناسبة طيب خلونا نكمل قبل لايك طالبات نيجي الآن للشعر كيف أقدر أسوي الضل نيجي الآن لضل الجبهة نسوي خطوط ناعمة بشكل بسيط طيب هذا الشكل نشوف الأماكن يتحتاج أنها تبرز بالإضاءة أكثر والله يا عمري ما أدري إش اسمها بنجليزة الميداكة بس اكتبي ميداكة بقواقل هي تطلع عليك أو اكتبي بترجمة قواقل هي تطلع طيب هنا بيكون عندي أماكن فيها ظل أكثر مش تغلط عليها طبعا لأنه على تقريبا 11 تمام رح أقفل على 11 أنا كم فاكة كملي الدقيق من شاء نشوف طيب تمام رح أكمل طيب راح يجي من هنا نغمق أكثر بهذا الشكل وبالمساحة نسوي نقاط للبشرة بحيث أنه تكون فيها يعني الخطوط البسيطة حقة الشعر حقة البشرة إيشو كمان اللهم صلى محمد إذا كان في حفظ كان في خطوط بسيط نسويها نفس ما إحنا يعني نشوف بالصورة الأساسية نسويها إيشو بعد توقع أنه كده كفين ووفين نشرح اليوم ولا شرحنا جزئية مرة كبيرة ممكن بقبو العين بقبو العين ترمسويت له بثين بشكل كامل ونزلتها برضو على قناتي في اليوتيوب فاليوم كان تطبيق على الصورة هذي الصورة راح نزل لكم إيها على اليوتيوب طبعا ما كملتها بشكل كامل ما كملتها بشكل كامل هذي الصورة راح تنزل على الإستغرام في اللي مهتمين يتعلمون الرسم يلقونا الصورة بشكل كامل على إستغرام طيب ليني صراحة تعبت اللي يبغون يتعلمون الرسم رسم شفايف عيون أنف اللي انتوا حبيينه بالرسم الواقعي تلقونا بالكامل على قناتي هنا Drown ABX نشرحنا فيه أشياء كثيرة وكل بوها نزلت على قناتي في اليوتيوب هذا كان بث أمس وبرضو نزل على اليوتيوب نزلت أتوقع أمس بالليل فاللي مهتمين يتعلمون رسم الشعر الكيرلي الناعم الشعر الملموم الشعر بتسريحات مختلفة برضو نفس الفكرة نزل على اليوتيوب الإستغرام أسوي مسابقات على الهيلايت وبالستوري كمان منزل أدوات الرسم اللي نستخدمها بالإستغرام بالهيلايت فأي أحد مهتم ويبغى يشتري نفس أدواتي تلقونا ها كلبوها بالستوري نبدأ نشوف أقلام مع العلبة أغلب أقلام نفكتها من علبها للأسف كل يوم تفتحين بس يب كل يوم يفتح بس طيب يعطيكم ألف عافية شكرا لدعم البس شكرا لحضر البس مبتنوا لكم اللطفكم ما أشوفكم بكرة بإذن الله ببس ثاني سيو سيو ينا يعطيكم ألف عافية ونفكتها من ألف عافية سيواني شكرا لحضر البس شكرا لحضر البس